اشتركوا في القناة احدى الوكالات العراقية واخذت منها كل الوكالات الاخرى خبر يقول ان العراق ما شاء الله قد تطور في مؤشر الازدهار وقفز 23 مرتبة الى الامام وهو الان في مؤشر الازدهار في مرتبة جيدة استغربت هذا الكلام كيف يمكن يعني طبعا هذه مؤسسة ليغاتوم البريطانية هي من تصدر سنويا هي الابحاث الاقتصادية والاجتماعية تصدر هذا المؤشر لازدهار الدول المستهرة ولديها معايير سنتحدث عنها وربما تحدثنا عنها كثيرا في حلقات سابقة لكن يعني هكذا هي فاستغربت ان تكون هذه المؤسسة ليغاتوم اللي انتصف نفسها بالرصينة في وضع عراقي عندما تقارن مع الوضع العراقي وتنظر الى واقع الحال وتنظر الى حياتك وحياة الناس اين هذا الازدهار كيف حصل هذا الازدهار كيف قفز العراق ولماذا يعني لا اخفيكم يعني لدي ايضا صديق اتصل به في مثل هذه هو اعرف انه من الناس الذين يحبون الارقام يحبون البحث في كل مجال وفي كل اللغات يبحث عن الحقيقة بشكل دقيق وابحث عن الحقيقة بشكل دقيق واذا بيرسلي سطرين باللغة الانجليزية تقول يعني لا مؤسس الليغاتيوم ولا ابدا وما عرف باي صحيفة واردة يقول انه العراق ومؤشر الازدهار ورتبته 140 يحتل المرتبة 140 طيب بالعودة الى يعني مؤشر مؤسسة الليغاتيوم البريطانية لأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ستجد انها تشير لعام 23 تقول انه العراق بالمرتبة 140 في مؤشر الازدهار من بين 167 دولة اي بمعنى انه العراق من بين 30 دولة الاكثر انحدارا وفشلا في العالم ما هو انت لو ما ازدهر لو ما انحدر وفاشل فالعراق من يكون بالمرتبة 140 فهو اكثر انحدارا وفشلا في العالم من بين 30 دولة بالعالم اكثر 30 دولة انحدار وفشل في العالم طبعاً وتقرأ أنت يعني ما هي المعايير التي يعتمدون عليها ستجد سياسة الحكيمة التعليم الجيد الخدمات المتوفرة العناية الصحية نسبة البطالة نسبة الفقر نسبة الأمية وأنت في كل هذه المعايير ستجد نسبة العراق عالية جداً جداً ستجد أن البطالة يعني يتحدث عنها رئيس نقابات العمال في العراق يقول 15 مليون عاطل عن العمل الأمية لجنة التربية والتعليم في البرلمان الحالي تقول 11 مليون عراقي الآن من الأميين بعد أن كان العراق في الثمانينات خالي من الأمية بشهادة اليونسكو عندما تحدث عن الفقر يتحدثون 13 مليون عراقي تحت خط الفقر يأكلون من المزابل ليس لديهم وظيفة أقل من 3 دولارات واردهم عندما يعني تحدث عن التعليم وترى التسرب من المدارس من كل عشر يدخلون إلى المدرسة الابتدائية ستة يتسربون وبالتالي أكثر ملايين الأطفال في الشوارع وهذه كارثة كبيرة عندما تنظر إلى خدمات غير متوفرة العناية الصحية المستشفيات بوابة للموت من يدخل بها مفقود وليخرج يعني إما محمول إلى المقبرة أو يعني هذا مولود من جديد أو حامل لأمراض مصيبة لا أحد يذهب المستشفيات هو الذي لديه ناس بعد بيوتها وناس بعد كل ما تملك وذهب زوجاتهم وكل ما يملكون وكل مدخراتهم وراحوا يعالجون ابنهم زوجها بنته ابنه زوجته راحوا يعالجوا بالخارج والمصيبة يذهبون إلى الهند الهند تقول خمسمائة مليون دولار صرفت خلال سنة واحدة من العراقيين في الهند للعلاج هذا العراق الذي كان الناس يجي تطبب به الآن يذهبون إلى الهند مو انتقاصة من الهند لكن أن تصرف كل هذه الأموال الحلوة الجميلة والعراقي يبيع بيتها ويبيع كل ما يملكه ويبيع ذهب مرته وكل مدخراته ويعيش بالفقر من أجل حياة شخص واحد وقد يموت قد يفقده وكثيرين منهم ماتوا بالهند حتى ما عدوا يرجعوهم جثث دفنوهم بالهند هذه كارثة وتقرأ المعايير الأخرى يبحثون عن السلم والسلام في المجتمع وهذا مفقود يبحثون عن الإدمان عن المخدرات ويجدون أن الشعب مدمن وغالبي وكثير من عنده وصار مورد وصار يزرع وينتج ويصنع المخدرات وصدرها يبحثون عن الحرية الشخصية ويجدون أن كل الناشطين وكل من يتحدث كلمة واحدة يعني دعك من الدستور الذي يتحدثونه وغضامه للحريات يأخذوا ومصيبة والآن لقلنا المضمون الهابط وهذا كل شيء ممكن أن يرهموا إياه يبحثون عن القضاء المستقيل والقضاء شايفين وضع يبحثون عن الحكم الرشيد والحكم المؤسسات المنضبطة القوى الأمنية الغير طائفية يبحثون عن مستوى الفساد في البلد نسبة النمو الاقتصادي نوعية الحياة الصحية والتعليم هكذا كلها يقيسونها لكي يقولوا هذا البلد مزدهر أو غير مزدهر مزدهر أو منحدر وفاشل والعراق بهذه القياسات هو منحدر وفاشل أما وسائل الإعلام تريد أن تضحك على المواطن بإشارة من السياسيين والقوى الحاكمة فهذه كارفة دائما ما كانت في كل العالم الصحافة والإعلام هي السلطة الرابعة هي السلطة الشعب السلطة الرقابية السلطة الشريفة يجب أن تبقى وتبقى شريفة ما لا علاقة بالأحزاب والقوى من يحكم يجب أن تقول الحقيقة مثل ما هي لا يجب أن تزور وتعطي للشعب أبرت مورفين حتى يقدر الشعب ما يدري وين رايح يقول لكي أنت مزدهر قفزنا 23 مين جبتوا هذا الكلام من أين هذا الكلام؟ معيب هذا هذا جزء من حملة تلميع صورة هذه الحكومة وصورة الوضع في العراق بعد 20 سنة من الفشل بعد 20 سنة كتشفوا أن هذه التجربة وين مودي العراق؟ الناس وصلت إلى حالة الانفجار ويمكن أن ينفجروا في أي لحظة يحاولون أن ينفسوا هذا الانفجار لن يتنفس هذا الانفجار والانفجار قادم لا محال هذا وضع العراق لا ازدهار ولا وكذبة الوضع الذي تحسن كذبة كبيرة ولا يمكن لعاقل أن يصدقها لأن واقع الحال يكذبها هذه القضية تحتاج الازدهار يحتاج قبل كل شيء إلى إرادة وإرادة وطنية تحديدا وحصرا يحتاج إلى ناس مؤمنين بالعراق محبين للعراقيين ما منتمين لهذه الأحزاب التي دمرت العراق لا يمكن لأدوات ساهمت في تدمير العراق وفي خرابة وفي رحل إرادته في جعله تابع للآخرين تابع لإيران أن تكون أداة للبناء هذا مستحيل مستحيل لا يمكن قبوله هذا من كانوا يقاتلون العراقيين ويقتلون العراقيين لا يمكن أن يكونوا قوة وطنية وساعية إلى مقاضي العراق والنقوض به هذا لا يمكن قبول به وهذا للمرة المليون نقول ليس له علاقة لا بنظام سابق ولا بنظام لاحق لا بجمهوري ولا بملكي هذا إلى علاقة بواقع الحال عشرين سنة تجربة عقيمة كارثية مدمرة مخربة قاتلة للعراق هذا واقع الحال ومن يقول عكس ذلك فهو كذاب ودعي ويحاول أن يذهب بالعراق إلى قعر الهاوية وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة